حيثما تولي وجهك في العراق تجد أزمة ومشكلة وهذه المرة ديالة محافظة على صفيح ساخن أحدث الأزمات هناك بدأت بإقالة قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم السعدي ما فجر مظاهرات واعتصامات وصلت حد قطع الطرق في المحافظة مجلس ديالة حذر بدوره من خطورة الوضع مؤكدا أن شللا سيضرب المحافظة بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين الرافضين لقرار نقل قائد الشرطة فيما دعا حيدر لعبادي إلى التدخل الفوري النائبة عن ديالة غيداء كمبش وصفت بدورها قرار نقل السعدي بأنه سياسي بامتياز مشيرة إلى أن توقيت القرار يثير الريبة كما وحملت الحكومة مسؤولية أي تدهور أمني يحصل في المحافظة أما شرطة ديالة فقد أصدرت توجيهات بمنع قطع أي طريق واعتقال المخالفين فورا وهو ما دفع لمزيد من التوتر في الأوضاع المتشنجة أساسا لأسيما وأن المحافظة تعيش ترديا أمنيا متصاعدا وسط نفوذ كبير للميليشيات دفع بعض المراقبين للقول أن ديالة باتت بمثابة حديقة خلفية لإيران ولعل هذا الوصف جاء متماشيا مع ما كشف عنه رئيس مجلس ديالة علي الديني من قيام قوى متنفذة بتهديد عائلات في مناطق شمال المقدادية والمنصورية والعظيم والسعدية للتصويت لمرشحين محددين في الانتخابات البرلمانية القادمة تلك الانتخابات التي يقول الواقع أنها لا تلقى من الاهتمام القدر الذي تلقاه الصراعات التي تسبقها فهنا الأمن والخدمات والسياسة مرهونة بصراعات بين الشركاء تعرف بدايتها لكن لا يعرف لها نهاية ترجمة نانسي قنقر